اشتركوا في القناة وهو english.al.tv لفي من خلاله تحصلوا على دروس هيد الحلقة وحلقات أخرى وأيضا تبعطونا أسئلتكن وتعليقاتكن وهلأ ننتقل سواء أنا وياكم للفقرة الأولى من برنامجنا اليوم وهي فقرة Comprehension كالعادي مشاهدينا فقرة Comprehension هي الفقرة اللي بنقرأ فيها مقطع من الكتاب المقدس بترجمة المسج بايبل باللغة الإنجليزية وذلك من أجل أنه ناخد منه بعض التعابير المعاصرة اللي فينا نستخدمها بحياتنا اليومية المقطع اللي رح يكون عم بقرأ اليوم منه هو سفر دانيال للإصحاح الأول للاية من 14 ل19 بقول لك تاب المقدس وبهيضا المقطع من كفى مقطع سبق وإريني ببرنامجنا وهو المقطع اللي بعلمنا أن دانيال وارفاق قرر أنه ما يتنجسوا أنه ما يأكلوا أي من أطعمة الملك بل طلبوا من ستيورد من الوكيل أنه يتعاميهم أطعمة خاصة وبخلال هيدا الصوم اللي عملوا دانيال وارفاق بقول لك تاب المقدس أنه بشكل مفاجئ كانوا أقوى وأذكى وأفضل صحة من باقي الأشخاص بحلقة اليوم رح نكون عم نحكي لاحقا بفقرة فوكاب عن describing people يعني كيف نوصف الأشخاص أو كيف نوصف الناس ورح نجرب ناخد من مقطع الكتاب المقدس بعض العبارات اللي فينا نستخدمها لحتى نوصف الأشخاص الموجودين حوالينا وخلينا نبدأ سوا ببعض العبارات من الكتاب المقدس أول عبارة رح ناخدها at the end of the ten days بقول الكتاب المقدس بنهاية العشر تيام they looked better to look better يعني كان منظرهم أحلى كان منظرهم أفضل من الآخرين فإذا they looked better يعني كان منظرهم أفضل وبكفة بيقول and more robust يعني وهو أقوى أو أسلم أو أنشط من الباقين فإذا كان عم بيقول منظرهم they looked better than all the others يعني كان منظرهم أفضل من جميع الباقين and more robust than all the others وكانوا أقوى أنشط أو أسلم من جميع الباقين وبيحدد الباقين اللي كانوا عم يأكلوا من الroyal menu يعني من الأطعم الموجودة عند الملك وبكفة وبقول God gave these four young men يعني هيدول الشباب الأربعة young men يعني شباب young يعني شابين ومن يعني رجال فإذا الرجال الشباب أو بالعربي منختصرهم بالشباب فإذا these four young men يعني هؤلاء الشباب الأربعة God gave them knowledge معرفة and skill بذكركم مشاهدينا أنه نحن لنوصف الأشخاص بحاجة أحيلا أنه نوصفه نوصف داخلي وأيضا خارجي فأخذنا أفضل وأخذنا روباست اللي بتحكي عن القوة والسلامة الجسدية من الخارج لكن بحاجة أن ناخد كلمة knowledge اللي بتعني معرفة and skill يعني مهارة أو براعة كرميلا نوصف الأشخاص وصف داخلي أو وصف نفسي أو معنوي فإذا knowledge and skill in both books and life يعني كان عندهم معرفة ومهارة مش فقط بالكتب لكن أيضا بالحياة إجمالا يعني حكمتهم ما كانت فقط حكمة كتب بل أيضا حكمة بالحياة إجمالا وأيضا بكفه وبيقول Daniel was gifted وقتا نكون عن شخص هو gifted بشغلة معينة يعني هو موهوب بهيدا الأمر وبهيدا المقطع كان عم يحكي أنه دانيل كان عنده موهبة تفسير أحلام ورؤى فينا نستخدم كلمة إنه شخص is gifted someone is gifted وقتا أيضا نستخدمها عن أي موهبة أخرى سواء كانت الغناء أو العزف فإذا فينا نستخدم كلمة gifted أو has a gift يعني عنده موهبة وقتا نكون عم نحكي عن شخص موهوب بأمر معين وبحالة دانيل دانيل was gifted in understanding all sorts of visions and dreams يعني دانيل كان موهوب بفهم كل الأحلام والرؤى يعني كل أنواع الأحلام والرؤى بكفه المقطع وبيقول at the end of the time set by the king for their training يعني بنهاية الوقت للملك حددوا لأجل تدريبهم وكلمة training فينا ناخدها كverb to train someone I am training you أنا عم ندربك وأيضا training فينا ناخدها كنعون ونحكي عن تدريب جميلا سواء كان رياضة أو من نوع آخر فإذا فينا ناخد كلمة training أيضا ننضيفها لمعجمنا وبالنهية بقول المقطع when the king interviewed them يعني وقتا الملك قام بمقابلة معهم when the king interviewed them he found them far superior to all the other young men far superior يعني هني أفضل بكتير أو أسمى بكتير أو أرفع منزلة بكتير من الناحية الفكرية والجسدية من باقي الشباب اللي كانوا موجودين بهيدا التدريب فإذا far superior يعني أسمى بكتير وأفضل بكتير وأنا بوسع أنه وقتا ننتقل سواء للفقرة التانية رح تصير معرفتكم far superior مما هي هلأ فخلينا سواء ننتقل لفقرة vocab مثل ما سبقوا ذكرت مشاهدينا بفقرة vocab رح نكون أنا وأنتو عم نوصف الأشخاص اللي حوالينا وعم نوصف الناس ولأجل هيدا الأمر أنا بذكركم أنه ترجعوا للحلقات السابقة اللي حكينا فيها عن شجرة العائلة إذا كنتوا بالوصف رح تذكروا الأشخاص الموجودين معكم بالعائلة يعني أعضاء عائلتكن وأيضا ترجعوا وتراجعوا colors يعني الألوان والdescription يعني وصف الأشخاص اللي أخدني بحلقة سابقة بحلقة اليوم رح نكون عم نحكي هيدا الوصف بشكل حوار يعني رحكون عم بترح أسئلة واجهة وبعنا بشكل أنه أوصف أشخاص فبتتعلموا بعض المفردات لإنتو فيكن تحطوها مع الشخص اللي بدكن تصفوه أو بما يتلائم مع الشخص اللي بدكن تصفوه رح بلش إذا شخص بده يسألني عن بي tell me about your father خبرني أو خبريني عن بيك أو بيك tell me about your father what kind of person is he وقتنا نستعمل عبارة what kind of person is he رحنا بالأكتر عم نسأل عن شخصيته فإذا هيدا وصف نوعا ما داخلي وبهيدا الحالة فينا نستعمل الجبلة التالية well he is very friendly smart and funny friendly يعني would they يعني بيعمل أصدقاء بسرعة يعني هو محبوب وبحب الناس فإذا he is very friendly ودي smart يعني ذكي and funny ومضحك ففينا نحفظ friendly smart and funny ككلمات موصفية شخص معين من بعد ما وصفت بي مثل ما طلب من المقطع وصف داخلي as a person كشخص كشخصيته إذا رجعوا وسألوني what does he look like وقت نسأل what does someone look like يعني كيف شكله الخارجي وبهيدا الحالة أنا بدي أقدم وصف خارجي لهيدا الشخص وبهيدا الحالة هو بي بقول الوصف he is young هو شاب he is young short and handsome he has straight black hair and green eyes إلنا he is young يعني هو شاب يعني هو منه كبير عمر short أصير منه كتير طويل and handsome يعني شكله وسيم هو وسيم الشكل he is young short and handsome وبتكفي وبتقول he has straight black hair and green eyes يعني شعره أسود ومالي شعره ناعم مش كيرلي فإذا هي has straight black hair and green eyes يعني عينين لون أخضر straight black hair and green eyes خلينا ننتقل لوصف شخص آخر بهيدا الحالة رح كون عم بوصف أمي what does your mother look like يعني كيف شكل أمك وفيكن مشاهدينا بالتأكيد أنه بدل ما تستعملوا your mother تحطوا اسم شخص آخر مثلا what does rana look like بهيدا الحالة الشخص بده يعطي أو يأمن وصف شخص اللي عم تطربوا منه أنه يوصفه لهيدا الوصف اللي رح أعطيكني فينا نقول she is tall thin and beautiful she has blonde hair and wears glasses لنا she is tall طويلة thin يعني نحيفة and beautiful وجميلة she has blonde hair عند شعر أشقر and wears glasses وترتدي نظرات رح أرجع كرر الكلمات she is tall thin and beautiful طال يعني هيدا الشخص هو طويل وبهيدا الحالة عم نوصف امرأة فهي طويلة she is tall thin يعني نحيفة and beautiful وجميلة للرجل منستخدم handsome مثل ما قطع لعنا من شوي handsome يعني وسيم بينما للمرأة منستعمل beautiful يعني جميلة she has blonde hair شعر أشقر لون شعر أشقر and wears glasses وترتدي النظرات خلينا ننتقل وصف شخص آخر فينا نقول how about your little sister إذا كنا ماشيين بسلسلة وصف بلشنا بنسأل what does your mother look like فينا نتبعها بسؤال how about your sister how about your sister يعني نحنا عم نعيد هيداك السؤال أو عم نكرر هيدا السؤال بالنسبة لأختك أو بالنسبة لأختك يعني بما يجعلق بأختك يعني عم نطلب وصف للأخت وبهيدا الحالة فينا نقول she has curly red hair and a cute smile everybody likes her she has curly hair يعني شعر مجعد ولونه أحمر and a cute smile وعنده ابتسامة لطيفة and everybody likes her يعني شعر أحمر إذا بتنتبهوا نحنا عم نقطع على عيلة متنوعة بلشنا لبيش شعره أسود والأم شعر أشقر والبنت الصغيرة شعر أحمر المقصود بهيدا مشاهدين أنه تستخدموا هيدول الكلمات لتلقمون مع وصف الأشخاص اللي عم تصفون فإذا إذا الشخص شعره curly منقول منقول she has أو he has curly red hair أو curly hair وبتضيفه لون الشعر and a cute smile وأبتسامة لطيفة everybody likes her الكل بحبه فينا أيضا نسأل شو الشخص لابس كرميلتا نسأل عن وصفه ومنستعمل what is your brother wearing شو عم يلبس خيك أو شو مرتدي هلأ شو لابس خيك والجواب يكون he is wearing light brown pants and an orange t-shirt يعني هو يرتدي he is wearing استعملنا ال present progressive he is wearing light brown pants light brown يعني بني فاتح brown بني وlight يعني فاتح فإذا light brown pants يعني بنتلون لونه بني فاتح and an orange t-shirt يعني قميص لونه برتقالي what kind of shoes does he have on شو هو الحذاء اللي هو هلأ لابسه فينا نقول sneakers وبشجعكم مشاهدينا أن ترجعوا على الحلقة اللي حكينا فيه عن التيب لتغيروا نوع الحذاء إذا ما كان لابس sneakers sneakers يعني حذاء رياضي sneakers and he is wearing white socks white socks يعني جوارب بيضاء فإذا زبنا نحكي عن الشوز فينا نقول مثلا sneakers يعني حذاء رياضي white socks وجوارب ومشاهدينا بعد فيه المزيد كتير مزيد من الجمل اللي أنتو بحاجة تعرفوا وقتا تكونوا عن تصف شخص وبتحصلوا على كل هيد الجمل وموارد إضافية وقتا ترسلونا على الإيميل اللي عم بيقطع على الشاشة وهو english atl.tv وهلأ أنا وانتو بننتقل سواء على الفاصل فاصل ونواصل مشاهدينا أهلا وسهلا فيكم من بعد الفاصل بصلي أن تكونوا عم تتمتعوا بحلقتنا لليوم لكن قبل ما نكف بالحلقة وبفقراتنا الممتعة بذكركم بالإيميل اللي عم بيقطع على الشاشة وهو english atl.tv اللي فيكن ترسلونا عليه تبعطونا أسئلتكن وتعليقاتكن وأيضا تحصلوا على دروس هيد الحلقة والحلقات الماضية وهلأ مشاهدينا مننتقل سواء أنا وانتو لفقرة grammar بحلقة grammar لليوم مشاهدينا رح نكون عم نحكي عن prepositions يعني أحرف الجر ونحن سبق وحكينا عنا بحلقات ماضية لكن اليوم رح كون عم بعطيكم تخدمها تماما بكل جملة بدأ لكم بذكركم أنه prepositions are short words هنه كلمات قصيرة that usually stand in front of nouns عادة بكون مكانة قبل الأسماء والفكرة من prepositions هي أنه توصل بين الكلمة والأخرى لتفرجينا العلاقة بيناتهم وحتى بالنسبة للأشخاص اللي بيعرفوا اللغة الإنجليزية استخدام prepositions دائما بشكل صحيح معقول أنه يكون شوي صعب بالنسبة لألون لأنه one prepositions يعني حرف جار معقول يكون بيترجم باللغة الإنجليزية بشكل مخالف عما بيترجم باللغة العربية أو بلغة تكون الأم يعني مثلا في prepositions وحتى تكون بالجملة إلى أكتر من ترجمة باللغة العربية فأنتوا بحاجة أنه تعرفوا على القليل كيف تستخدموا بعض الprepositions الأساسية وأفضل طريقة كرميل لتتعلموا كيف تستخدموا الprepositions هو أنه تنبشوها با ديكشناري is to look them up in a dictionary يعني تفتحوا ديكشنار تفتحوا معجم أو قاموس وتنظروا هيدا الprepositions كيف فينا قطعها وأيضا أنه تقروا الكثير باللغة الإنجليزية ومن خلال قراءتكن تحفظوا بعض الطرق أو بعض العبارات رح أعطيكم اليوم بعض الprepositions بعض أحرف الجار اللي منستخدمها بالنسبة للوقت بالنسبة لتايم أول preposition رح أكون عم بعطيكم إياها اليوم هي on preposition on بنستعملها لأيام الأسبوع مثلا on monday يعني يوم الأثنين أو في يوم الأثنين فإيضا أنا on preposition on بستعملها وقت أكون عم بحكي عن أيام الأسبوع on monday on tuesday etc لpreposition in وقت أتكون عم نحكي عن time عن الوقت بنستخدمها أولا بالنسبة للشهور أو الفصول مثلا in winter يعني في فصل الشتاء أو in august يعني في شهر أب فإذا أول استخدم لإن كtime بنستخدمها للفصول وأيضا للشهور بنستخدمها لأوقات اليوم للوقت time of day يعني بأي وقت من النهار in the morning في الصباح فإذا إن فينا نستعمل على الأشهر أو مواسم وأيضا فينا نستخدمها للوقت باليوم time of day أيضا نستخدم in وقتا نكون عم نحدد أي سنة وطير مثلا in 2006 يعني سنة 2006 بهيد الحالي استخدمنا in كرميل لنعبر عن أي سنة تم أمر معين فإذا in أيضا نستعملها مع السنة وأيضا نحكي عن in وقتا نكون عم نحدد أي فترة معينة من الوقت يعني بأد فترة من الوقت in an hour يعني بغضون ساعة وبهيد الحال أيضا استخدمنا in وقتا نحكي بغضون ساعة يعني من هلأ لأي وقت عم نحدد فترة زمانية خلينا ننتقل لpreposition أخرى فينا نستعملها بالنسبة للوقت وهي at at فينا نستعملها للليل مثلا at night يعني في المساء فإذا أنا بستعمل at for night لأوقات الليل وأيضا بستعمل at للويك أند يعني لنهاية الأسبوع at the week أند يعني في نهاية الأسبوع وبستعمل at تكون عم محدد بوقت معين بأي وقت معين مثلا at half past nine يعني ساعة تسعة ونص صار هيدا الأمر عم محدد أي وقت بستعمل at مثل من انتبهتم مشاهدينا بالترجمة معظم هيدول الprepositions أحيانا منترجمهم بالطريقة عينة باللغة العربية لكن ما فينا نستخدمهم interchangeably يعني ما فينا نستخدمهم مكان بعضنا البعض باللغة الإنجليزية أيضا بالنسبة لأحرف الجر المتعلقة بالوقت في عنا since since هي الpreposition اللي منستعمله وقتا عم نقول منذ يعني من مرحلة معينة من الوقت لحتى هلأ يعني من الماضي حتى اليوم مثلا since 1980 يعني منذ سنة 1980 عم نقول من هيد المرحلة لهلأ نستعمل عبارة since يعني منذ أيضا وقتا يكون for تستخدم كحرف جر للوقت نكون عم نستعمل لوقتا عم نقول طيلة فترة معينة من الوقت أيضا من الماضي لحد هلأ لكن عم نقول طيلة هيدا الوقت مثلا for two يعني طيلة سنتين كان هيدا الامر عم بيصير for two years تعمل لنا four وليس since ago هي preposition of time اللي منستعمل وقتا عم نحدد وقت معين بالماضي مثلا two years ago يعني من سنتين مضو صار هيدا الامر فإذا منذ هالقد وقت مضت منستعمل ago كميلا نعبر عن الفترة أو من زمان قطاع هيدا الأمر أيضا منستعمل before كميلا نحدد عن أمر معين تم قبل نقطة معينة من الوقت مثلا before 2004 يعني قبل سنت 2004 before 2004 يعني قبل سنت 2004 بستعمل before ومشاهدين بعد عندي لائحة جدا طويلة من prepositions لمنستعملهم بالنسبة للوقت وأنتو بحاجة أنه تحصلوا علي بأنه تراسلونا على الإيميل اللي عم بيقطع على الشاشة وهو english at al dash wad dot tv راسلونا حصلوا على هيد الموارد وادرسوها وراجعوها لتحسين واستخدام ال prepositions وخاصة مع time وهلأ our time is running out وقت عم بدهمنا فلازم ننتقل سواء أنا وإنتو لفقرة idioms فإذا مشاهدين وصلنا للفقرة الأخيرة من برنامجنا لليوم وهي فقرة idioms اللي بنحكي فيها عن بعض التعابير الشائعة باللغة الإنجليزية لإلى معنى مجازة نحن بحاجة إنه نعرفه لحتى نحسن استخدام هيد ال idioms وأيضا نفهمها بالشكل الصحيح وقت حدا يتكلم فيها لقلنا أول idioms رح أقلكن اليوم هو سبق وأخدنا بحلقات ماضية وهو to call it a day وقلنا إنه call it a day أو call it a night هي وقتها نقرر إنه ننهي النشاط أو عمل ما بالنسبة لهيدا اليوم مثلا it's already ten o'clock let's call it a day and we'll pick up tomorrow at seven شخص عم بيقول صارت الساعة عشرة خلينا نوقف اليوم ننهي نشاطنا لليوم let's call it a day and we'll pick up tomorrow at seven ورح نكمل عملنا بكرة الساعة السابعة يعني منستعمل call it a day يعني خلينا نوقف نشاطنا لليوم أو call it a night وقتها بدنا نوقف نشاطنا للليل يعني تعبنا وبدنا نستكمل هيدا النشاط بنهار آخر أيضا فينا نستعمل كلمة green وgreen تجي كأديم وقتها نكون عم نحكي فيها عن شخص مش عن لون لكن عن شخص جديد وما عنده خبرة بأمر معين فإذا green عم نقصد فيها شخص جديد بموضوع معين أو بعمل معين وما عنده خبرة مثلا she just started working here yesterday so she's still pretty green يعني هيدا الفتاة بلشت تشتغل بهيدا المكان مبارح فقط يعني هي لا تازل جديدة يعني هي بعدها ما عنده خبرة وأنا أكيد ما عم بحكي عن لونة بس عم بحكي عن عدم خبرتها أو أنه هي بعدها جديدة لهيدا الأمر لأديم on the fence بتعني حرفيا أنه شخص على سيج والمقصود فيها أنه بعد ما أخذ قراره النهائي بعد ما أقرر بين أمر وآخر فينا نقول I am on the fence about this I don't know which job offer to accept فإذا نعم بيقول الشخص I am on the fence about this يعني أنا لا أزل حائر بالنسبة لهيدا الموضوع I don't know which job offer to accept ما بعرف أي عرض عمل بدي قبلوه يعني هو عنده عرضين عمل أو أكتر بده ينقي بينتهم أي عرض بيختارو استعمل on the fence طي يقول أنه بعده حائر ولم ياخد قراره بعد أديم آخر رح ناخده لليوم هو Yellow Ballade Yellow Ballade إذا بنا نحكي حرفيا يعني بطن هيدا الشخص لونه أصفر لكن المقصود بYellow Ballade هو أنه هيدا الشخص هو جبان أو ما عنده شجاعة أبدا مثلا جباناء فإذا يلو بليد هي العبارة الإديم اللي منستخدمه وقد بدنا نقول أنه هيدا الشخص هو جبان إديم أخرى ما عقول نكون بحاجة لإله هي Zero Tolerance Zero Tolerance يعني هيدا الأمر غير مقبول تماما غير مقبول أبدا مثلا يعني السلطات أعلنت أنه غير مقبول تماما أو ممنوع منعا بيتا التدخين في الأماكن العامة فإذا استعملنا Zero Tolerance لنقول أنه هيدا الأمر رح يكون غير مقبول تماما أو ممنوع منعا بيتا بالنسبة للسلطات آخر إديم رح يكون معنا إياها اليوم هي Mad as a hatter Mad as a hatter يعني الشخص إذا بدنا نحكي حرفيا هو مجنون قد صانع القبعات لكن المقصود بهذه العبارة أنه هيدا الشخص غريب جدا أو مجنون جدا مثلا The old lady next door is as mad as a hatter She says the strangest things يعني جارتنا أو الامرأة العجوز اللي بتسكن قربنا هي غريبة جدا أو مجنونة نوعا ما لأنه هي تقول أغرب الأشياء فإذا Mad as a hatter أو as mad as a hatter يعني هيدا الشخص هو غريب جدا أو مجنون يعني نحن عم نطلع بهذا الشخص عم نلاقيه مجنون بتصرفاته أو بكلماته خلينا نكرر الإديم بسرعة ونشوف معينية إلنا أول إديم قالت إدي إنه ننهي نشاطنا لليوم أو ننهي عملنا إلنا إنه إديم جرين عم نحكي عن شخص جديد وما عنده خبرة بأمر معين أو بعمل معين جرين يعني شخص جديد لا خبرة له on the fence وقت يكون الشخص حائر أو ما اتخذ قراره بعد on the fence يعني لم يقرر بعد yellow bellied وقت نكون نحكي عن شخص جبان أو أشخاص جبناء منستعمل عبارة yellow bellied zero tolerance هي العبارة اللي منستخدمها وقت نقول إنه هيدا الأمر هو غير مقبول أبدا أو ممنوع منعا بيتا وبالنهاية أنهينا بماد أزهاتر لنقول إنه شخص هو غريب جدا أو مجنون ومشاهدين أنا بصلي أنه ما تعتبروني ماد أزهاتر وقت أطلب منكم أن ترسلوني على الإيميل اللي عم بيقطع على الشاشة وهو English at Al-Dash وعدة TV بتحصلوا على موارد هيدا الحلقة وحلقات أخرى لا تكفوا بتعلم اللغة الإنجليزية ومن هلأ للحلقة المقبلة ربي يكون معكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر